اشتركوا في القناة يسعدني أن أرحب بكم هنا في مملكة البحرين متمنيا لكم طيبة الإقامة ومؤتمر الناجحين وأود بداية أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الأيوفي والبنك الدولي على تنظيم هذا المؤتمر والذي أصبع حدثا سنويا متميزا وأنه من ما يبعث على التفاول أن نرى هذا الدعم المتواصل من قبل المؤسسات الدولية هامة كالبنك الدولي وحيث أن هذا المؤتمر سيستعرض العديد من المواضيع إلا أنني أود أن أركز حديثي على ثلاث نقاط وهي أولا المغاربة بين معايير المحاسبة الدولية وأنعكاساتها على التمويل الإسلامي اثنين تجسيد أسس فقه المعاملات في النظام القانوني المحلي ثلاثة الأثار المترتبة على تطبيق بازل ثلاثة على التمويل الإسلامي لقد شهدت معايير التقارير المالية الدولية تغييرات كثيرة في السنوات الماضية وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية وحيث أن هذه المعايير لا تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الخاصة بالعقود الإسلامية ومعالجتها محاسبيا ولهذا فأن الحاجة إلى العمل بشكل جاد ومتميز من أجل تطوير المزيد من أعداد معايير المحاسبة الصادرة عن الأيوفي وعلينا أن نعمل بشكل استباغي بدلا من العمل على أساس رد الفعل لتعزيز الجهود في أعداد معايير محاسبية جديدة وتطوير القائم منها وأنا سعيد ما سمعته صباح هذا اليوم من أن الأيوفي ستعمل على إصدار المزيد من المعايير في هذا الشأن وما لا شك فيه فأن الأيوفي قامت بعمل متميز في الماضي إلا أن وتيرة التطور العالمي تدفعنا إلى الدعوة إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير المعايير المحاسبية من هذه المنظمة العتيدة وفي الحديث حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أؤكد على أهمية أن تتبنى الجهات الرقابية معايير الأيوفي في الدول وخاصة الدول الإسلامية لقد فرض مصرف البحرين المركزي اعتماد معايير الأيوفي كمعايير الزامية للمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في البحرين منذ أكثر من عقد من الزمان واستفدنا الكثير من الناحية الفنية والمعرفية ناهيك عن سهولة المقارنة الحقيقية بين أعمال ونتائج المصارف نأمل أن نتحسن الحال في السنوات المقبلة بحيث تكون معايير الأيوفي سائدة الأمر الذي من شأنه أن يساعد في وجود أرضية مشتركة لمقارنة البيانات المالية لهذه المؤسسات وتمكن جميع الجهات المعنية من تجنب الفروقات وتجاود الصعوبات الخاصة بتقييم المركز المالي لمؤسسات الصيرفة الإسلامية ناهيك عن تسجيل تطبيق الضرائب في الدول المعنية أما الموضوع الثاني فهو تسجيل استسفق المعاملات في الوثائق القانونية حيث ما زال العديد من الدول الإسلامية تعتمد على النظام القانوني الأنجلوسكسوني وما يستدعي العمل على إدخال مبادئ ومعايير تمويل الإسلامي في النظم القانونية لهذه الدول أن أدراج هذه المعايير في النظام القانوني لن يؤدي إلى تعميق أسس التمويل الإسلامي كنظام مالي بديل فحسب بل أنه سيحقق أيضا المزيد من العدالة والإنصاف في المعاملة الخاصة بحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة أما الموضوع الثالث والأخير فهو يتعلق بآثار تطبيق متطلبات بازل على التمويل الإسلامي حيث يعتبر كفاية رأس المال وإدارة السيولة من أهم المجالات التي تم تناولها في بازل ثلاثة ففي الوقت الذي تتمتع فيه المؤسسات المالية الإسلامية بمستوى عال من كفاية رأس المال حيث تتجاوز هذه النسبة الحد الأدنى المطلوب في كل بلد تقريبا إلا أن إدارة السيولة تعتبر التحدي الأكبر بالنسبة للبنوك الإسلامية حتى قبل بازل ثلاثة أن توفر أدوات مالية إسلامية متنوعة وذات تصنيف عالي وتتمتع بسيولة عالية بحيث تشكل مصدر جذب من الناحية التجارية ومقبولة من الناحية الشرعية يعتبر تحديا رئيسيا ومن المتوقع أن يتفاقم هذا التحدي في مرحلة ما بعد تطبيق بازل ثلاثة لذلك فعل عنا الصناعة أن تبذل جهودا كبيرة لإصدار أوراق مالية تلبي الجانبين التجاري والشرعي ولعل ما شهدناه من تطورات مثيرة للاهتمام في مؤخرا لهياك المبتكرة خاصة بإصدار سكوك الشريحة الأولى تيروان سكوك يسر وما زال ولكن ما زلنا بحاجة إلى أكثر من ذلك لتلبية الطلب لقد شهدت الصناعة تطورا ملحوظا في السنوات الماضية وارتفعت قيمة الأصول لدى المصارف الإسلامية في بعض الدول إلى مستوى ربع إجمال الأصول المصرفية فيها إضافة إلى أن أسواقا جديدة في بلدان أخرى قد فتحت أبوابها للتمويل الإسلامي وأن قائمة هذه الدول تشهد نموا كل يوم وبالرغم أن ذلك يعتبر مؤشرات إيجابية إلا أنه يضع مسؤولية كبيرة على أعاطق كل واحد منها سواء جهات رقابية أو علماء شريعة أو متخصصين وذلك لتأكيد الالتزام بتوفير الإمكانيات اللازمة لتثبيت هذه الصناعة وتقدمها من منتجات ومعايير رقابية وشرعية وممارسات سليمة وجودة خدمات منافسة لما هو مقدم في الصناعة التقليدية في الختام أصحاب السعادة حضرات الضيوف الكرام أشكر لكم حسن استماعكم متمنيا لكم وتمرا مثمرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا